اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ان الدعم والرعاية التي يحظى بها القطاعان الشبابي والرياضي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه سيساهم في جعل مملكة البحرين عاصمة الشباب والرياضة من خلال احتضان واستقطاب مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى واوضح سموه ان اهتمام ودعم جلالته حفظه الله ورعاه ساهم بتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية وجعل البحرين قبلة مفضلة لاحتضان الفعاليات الرياضية ومحل ثقة الاتحادات الدولية التي اسندت للبحرين استضافة كبرى فعالياتها وبطولاتها جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة للجنة متابعة تنفيذ مشروع انشاء المدينة الرياضية الذي شهد حضور عدد من اصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من مختلف الوزرات المعنية بتنفيذ مشروع المدينة الرياضية الجديدة واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للرعاية الملكية التي يحظى بها القطاعان الشبابي والرياضي من جلالة الملك المفدة مشيرا سموه الى ان المتابعة المستمرة من جلالته حفظه الله ساهمت باحتضان المملكة العديد من الفعاليات العالمية والتي نطمح ان تتواصل في ظل النجاحات المتواصلة التي شهدتها الفعاليات الشبابية والرياضية السابقة مبينا سموه ان توجيهات جلالته ستجعل الرياضة البحرينية اكثر قوة وحضورا في مختلف المحافل الدولية وستأخذ موقعها الطبيعي في الارتقاء والتقدم للوصول الى اعلى المستويات مؤكدا سموه ان جلالة الملك المفدة مهتم بالرياضة البحرينية ويوجه دوما الى سرعة توفير البيئة المناسبة للقطاعين الشبابي والرياضي وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان المدينة الرياضية ستساهم باستضافة العديد من الفعاليات والانشطة والبطولات العالمية التي ستجعل المملكة عاصمة الشباب والرياضة من خلال تكريس هذه الجهود على ارض الواقع باحتضان الفعاليات الشبابية والرياضية وتحويل مملكة البحرين لتكون قبلة لاحتضان الفعاليات الشبابية والرياضية والاتجاه نحو الاستثمار في الشباب على مختلف الاصعدة واضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان المدينة الرياضية ستكون مفتاح القطاعين الشبابي والرياضي في صناعة الرياضة والترفيه الرياضي عبر تطوير البنية التحتية لاستقبال واحتضان الفعاليات الرياضية مشيرا سموه الى اننا حرصنا على المتابعة المستمرة مع مختلف الجهات لتنفيذ هذا المشروع الذي سيرى النور وسيكون جسرا لتطوير القطاعين الشبابي والرياضي خصوصا انه سيخدم شريحة كبيرة من الرياضيين كما سيجعل من المملكة انموذجا حيا للتطوير وتوفير البيئة المناسبة لهذين القطاعين مؤكدا سموه ان المدينة الرياضية ستشكل اضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية والشبابية بالاضافة الى مساهمتها في دعم مختلف القطاعات عبر احتضان الوفود الرياضية وشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خلال الاجتماع اتصالا مرئيا مع الشركات العالمية المشرفة على تنفيذ المشروع حيث طلع سموه والحضور على الاجراءات الادارية والفنية والهندسية المتخذة من قبل الفريق البحريني المشرف على المشروع والشركات المنفذة له كما طلع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على نتائج المراجعة التقنية والفنية للمشروع والتي قدمتها الشركات